وعقدت اليوم عبر تغنية الاتصال الالكتروني المرئي الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الأول بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية حيث تشارك فيها سعادة دكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد مايك مومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين من البلدين الصديقين ألقى سعادة دكتور عبدالطيب الراشد الزياني كلمة أعرب فيها عن مدى تقديري لتطور العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على مدى عقود عديدة الأمر الذي يؤكد مجددا قيمة هذه العلاقات لكل الجانبين أشار سعادة وزير الخارجية إلى رؤية مملكة البحرين للسنوات الخمس والعشرين القادمة من العلاقات الثنائية والفرص والتحديات وتطلعات لشركات أوثع وأوثق عبر مجموعة من القضايا وقال إن عام 2020 شهد تحديات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم بسبب تداعية فيروس كورونا كوفية 19 وقال سعادة وزير الخارجية أن اتفاق مبادئ إبراهيم أحدث تغيرا نوعيا في دينانكيات الشرق الأوسط وتجدد التفاؤل تجاه السلام والازدهار في المنطقة وقال في المنطقة وأن معربا عن قناعته أن الشراكة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الأمريكية ستكون مفتاحا لتحقيقها تحدث سعادة وزير الخارجية عن رؤية مملكة البحرين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وعلى وجه التحديد في الجوانب الأمنية والاقتصادية وكيفية مساهماتها في تحقيق الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط على الصعيد الثنائي أشار سعادة الدكتور عبداللطيب الراشد الزياني لأن هناك العديد من الفرص لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبتروكيمويات مشيرا إلى أن هناك مجالا كبيرا للشراكة الأمريكية مع قطاع البنوك والتكنولوجيا المالية الرائدة في مملكة البحرين بدوره يعرب معالي السيد مايك مونبيو عن بلغ سعادتي بإطلاق أول حوار استراتيجي ثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ومشيرا إلى أنه سيتم التركيز على الشؤون الأمنية في جلسات عمل متعددة كما نوها بومبيو بأنه خلال الأسبوعين المقبلين ستجتمع خمس مجموعات عمل من وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات أخرى مع نظرائهم البحرينيين لمناقشة سبل التنسيق والتعاون أكثر في مجالات مختلفة مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي القوة لتحقيق نتائج إيجابية متوجها بشكر المملكة البحرين على صدقتها الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر